بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلة أنا دكتورة سوس الناجي التميمي وهذه قناتي إذا لم تكونوا مشتركين في القناة رجال اشتراك وتفعيل زر الجراس ليصلكم كل جديد في هذا الفيديو سأحدثكم عن مقاومة هرمون الشبع مقاومة هرمون الشبع يعني هل للشبع هرمون نعم الشبع هناك هرمون خاص بالشبع يتم إفرازه من الخلايا الدهنية بعد ذلك هذا الهرمون لابد أن يصل إلى الدماغ وعندما يصل إلى الدماغ يقوم بتنبيه منطقة تسمى الهايبوثالمس أو تحت المهاد هذه المنطقة هي المسؤولة عن شعورك بالشبع يعني بمجرد ما تأكل أكل هناك أشخاص ممكن أن يأكل الطبق الأول والثاني والثالث والرابع ولا زال يشعر بالجوع هذا الشخص أن تستطيع أن تطلق عليه أن تقول بأن هذا الشخص لديه مقاومة لهرمون الشبع أو مقاومة لللبتن هرمون الشبع يسمى اللبتن تمام؟ بينما هناك شخص يأكل طبق واحد بعد ذلك يشعر بالشبع هنا معناته أنه هرمون الشبع يعني عندما يذهب إلى الدماغ يتم تحسوسه وبالتالي تقوم تحت المهاد يعني هي المسؤولة عن شعورنا بماذا بالشبع فهذا شخص طبيعي الشخص الثاني شخص غير طبيعي طيب الآن يعني ما سبب مقاومة هرمون الشبع ما سبب المقاومة هذه أولا يجب أن نعرف شيء يعني الخلايا قلنا الآن عندما نأكل نحن الخلايا الدهنية عندما تكتفي سوف تقوم بإفراز هذا الهرمون هذا الهرمون أين سيمشي سيكون في الدم يعني تخيل أنه هذا الهرمون سينتقل إلى الدم تمام؟ من الخلية إلى الدم الدم هذا يمشي في كل الجسم تمام؟ ويصل إلى كل خلايا الجسم تمام؟ طيب إذن هذا الهرمون يجب أن يصل الدماغ يجب أن تعرفوا شيء مهم جدا الدماغ ليس كل ما هب ودب في الدم تمام؟ يستطيع دخول الدماغ طبيعي لا الدماغ يعني جزء مهم يعني أهم جزء في الجسم تمام؟ وبالتالي فإنه الدماغ هذا من حكمة الخالق العظيم يعني محاط بحاجز من الخلايا يسمى البلد برين باريور هذه الخلايا يعني بإمكاننا أن نتخيل كأنه هذا يعني مكتب الإدارة تمام؟ وحوله حاجز ليس بمقدور أحدهم أنه يدخل هكذا إلا إذا كان مصرح له الدماغ نفس الشيء هذه الخلايا الحاجز من الخلايا لا يسمح لأي مادة تمام؟ موجودة بالدم إنه تدخل الدماغ وبالتالي فإنه هذا الحاجز سيحمي الدماغ من تأثره بالكثير من المواد تمام؟ وكذلك يعني الكثير من الأدوية لا تخترق هذا الحاجز لذلك عندما يكون هناك التهاب في السحاية سوف يختار الطبيب ماذا؟ سوف يختار الطبيب الأدوية التي تخترق هذا الحاجز وبالتالي هنا نقول هذه الأدوية ما ينفع تستخدم مثلاً في التهاب السحاية أو في التهاب الدماغ بينما هذه الأدوية تنفع ما السبب؟ السبب هو تبعاً لاختراق قدرة هذه الأدوية على اختراق هذا الحاجز إذا لا تستطيع اختراق هذا الحاجز هذه الأدوية لا يمكن أن أستخدمها تمام؟ إنه أستخدمها لمعالجة شيء خصى الدماغ تمام؟ وبالتالي وهذا يعني يحمي الدماغ أصلاً هذه لحماية الدماغ من كثير من المواد السامة لأن هناك الكثير من المواد السامة التي تنتج في الجسم ولكن سبحان الله يعني الدماغ محمي الدماغ محمي من هذه المواد بهذا الحاجز تمام؟ فعندما تزيد مستوياتها لا يكون هناك قلق لأنه لن تستطيع أن تعبر هذا الحاجز طبعاً ما المشكلة؟ ولماذا شرحت لكم الآن هذا الحاجز؟ لوحظ يعني أنه سبب مقاومة الهرمون الشبع طبعاً السبب الرئيس يعني كذا مئة بالمئة غير معروف ولكن هناك ماذا هذه الأشياء؟ مقترحات العلماء اقترحوا مقترحات من ضمن هذه المقترحات قالوا أنه هذه الخلايا تمام؟ هذه الخلايا تكون مقاومة وتمنع هرمون اللبتن لدخول يعني حتى يعبر ويدخل إلى الدماغ لاحظوا أنه هذه المقاومة تزيد عندما تزيد الدهون الثلاثية عندما تزيد الدهون الثلاثية فلاحظوا أنه الأشخاص اللي عندهم زيادة في الدهون الثلاثية يكون عندهم ماذا؟ يكون عندهم دائماً يشعر بالجوع وبالتالي يأكل ويأكل ويأكل دون أن يشعر بالشبع إلا بعد ما يكون يعني يخلص على حاله وأكل كميات كبيرة جداً تمام؟ فهذا كان من المقترحات المقترح الثاني قالوا أنه السمنة يعني مثلاً الإنسان الآن إذا لم يراقب نفسه وظل يأكل 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 هنا أحياناً يعني في البداية يكون الإنسان يأكل كعادة أو أنه بعض الأمهات يعني ما شاء الله تقوم وتتعامل مع ابنها وكأنه هذا الولد استغفر الله العظيم يعني كأنه خروف تريد تسمنه فتقوم بتعليم هذا الطفل منذ الصغر بأنه لازم يأكل كميات كبيرة هنا هي عودت هذا الطفل أنه يأكل كميات كبيرة عندما يكبر سيأكل كميات كبيرة لماذا؟ لأنه تعود لأنه تعود على هذا الشيء تعود على أكل كميات كبيرة الآن في البداية ممكن يشعر بالشبع لكن مع الوقت مع السمنة لاحظوا أنه مع السمنة ما الذي يحدث؟ تحدث طفرات الطفرات هذه تحدث في مستقبلات تمام؟ في المستقبلات الخاصة بهرمون اللبتن وبالتالي يأتي هرمون اللبتن ويكون بمستويات عالية يعني الخلايا الدهنية تعمل اللي عليها وزيادة شيء مشابب مقاومة الإنسولين عندما يكون الإنسولين بالسماء ولكن دون فائدة تفرز كميات كبيرة من اللبتن بس ما في فائدة لماذا؟ لأنه المستقبلات ما في هرمون ولا مادة في أجسامنا تمام؟ ولا دواء إلا هو عشان يعمل يعني عمله وتأثيره لابد أنه يشتغل على مستقبل تمام؟ فتحدث طفرات في هذه المستقبلات وبالتالي يكون الهرمون هذا بدون أي فائدة هذا المقترح الثاني وبالتالي كل ما سمن الشخص كل ما زادت المقاومة يعني مثلا تلاحظ أن الشخص هذا كان يشبع بثلاث وجبات أربع وجبات صلى ما يشبع إلا بخمس وجبات مع الوقت ما يشبع إلا بخمس وجبات بعد ذلك بست وجبات يعني بعدين يدخل في حلقة لا أول لها ولا آخر يعني السمنة تؤدي إلى مقاومة اللبتن ومقاومة اللبتن تؤدي إلى ماذا؟ إلى الشعور بالجوع وتؤدي إلى السمنة وهكذا بالتالي لابد من الانتباه وأنه أي شخص يلاحظ أنه بدأ يسمن لا يسمح لنفسه أنه يزيد كيلوهات زيادة لابد أن تكون هناك رقابة يعني هناك أشخاص كثيرون ماذا يقول؟ يقول لا يعني أنا سأكل وسأشبع وبعد ما أزيد خمسة ستة كيلو سبعة كيلو لا يعرف أنه مع كل كيلو يزيد تزيد المقاومة لهرمون الشبع وبالتالي أنت ستصبح غير يعني كنت أنت من قبل تستطيع أن تتحكم بنفسك تستطيع أن تعمل رجيمات وتعمل وتعمل أكل معين لكي تنحف الآن لم تعد تستطيع لماذا؟ لأنه أنت سمحت لنفسك أن تدخل تدخل يعني بتعمق زيادة وبالتالي أثرت على نفسك زيادة فلا بد من الانتباه لهذه النقطة كل ما نحف الشخص أكثر كل ما قل يعني نسبة الأكل أقل وأقل كل ما زادت الحساسية لماذا؟ لهرمون اللبتن بعد ذلك سيساعد مع الوقت وهذا السبب أنه بالبداية يكون رجيم صعب لماذا؟ لأنه اللبتن لسا ما في حساسية له لكن مع الوقت تبدأ تشعر أنه بدأت تتيسر الأمور لماذا؟ لأنه مع الوقت يبدأ هرمون الشبع تقل المقاومة لهرمون الشبع وتزيد الحساسية له بالتالي أنت الآن قادر أنه تشعر بالشبع قادر أنه تشعر أنه خلاص أنا لا أريد أكل في الأخير أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم وأفادكم إذا أعجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وكذلك الإعجاب بالفيديو حتى يصل إلى أكبر عدد من المشاهدين وفي أمان الله